أهلا أصدقائي كديرين نتمنى أن تكونوا بكامل بخير وعلى خير مرحبا بكم اليوم فيديو جديد إذا اليوم إن شاء الله سنرى درس جديد وهو الثانية قبل أن نبدأ معكم هذا الدرس سنحاول أن نبدأ مقدمة سنشرح لكم طريقة مبسطة فهذه الحرب العالمية الثانية ستنطلق مع الهجوم الألماني على بولونيا إذا ألمانيا سيتهجم على بولونيا الحرب العالمية الثانية ستبدأ مع الهجوم الألماني على بولونيا هذه أول حاجة إمتى في فاتح شتنبر 1939 إذا فاتح شتنبر سنة 1939 ألمانيا ستهجم على بولونيا وهذه ستكون هي الانطلاق للحرب العالمية الثانية هذا الخلاف هذا ما بين ألمانيا وبولونيا ستتازع حتى تعلن فرنسا وإنجلترا الحرب على ألمانيا حتى تعلن فرنسا وإنجلترا الحرب على ألمانيا وهنا كما قلت لكم ستبدأ لنا الحرب العالمية الثانية والأسباب والمراحل لهذه الحرب تعددت تعددت أسباب ومراحل هذه الحرب وهذه الحرب العالمية الثانية التي ستنتهي بإلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان إلقاء ذري قنبلتين ذريتين على اليابان إذن أعيد بشكل مستعجب إذن هذه الحرب العالمية الثانية ستنطلق مع الهجوم الألماني على بولونيا فاتح شتنبير 1939 ليتسع هذا الخلاف بإعلان كل من فرنسا وإنجلترا الحرب على ألمانيا تعددت أسباب ومراحل هذه الحرب التي ستنتهي بإلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان الآن سنمر الأسباب التي ساهمت في التمهيد الغير مباشر للحرب العالمية الثانية وللأسباب الغير مباشرة للحرب العالمية الثانية وأول حاجة هي ذاك الأزمة الاقتصادية اللي كنا نشنا في الدرس اللي قبل يعني أزمة هي 1927 الأزمة الاقتصادية وما خلفته من تدهور الاقتصادية الدول الأوروبية خاصة ألمانيا إذن الأزمة الاقتصادية خلفت تدهور مجموعة الدول الأوروبية من ناحية الاقتصادية خاصة ألمانيا فألمانيا قد تدهور اقتصادها بسبب الأزمة الاقتصادية إذن هذا هو السبب الغير مباشر الأول هي الأزمة الاقتصادية وما خلفته من تدهور الاقتصادية الدول الأوروبية خاصة ألمانيا تاني حاجة واللي هي معاهدة فيرساي بشروطها القاسية إذن معاهدة فيرساي اللي غد يتطبق وحد شروط شروط قاسية شروط قاسية التي استهدفت إضعاف ألمانيا عسكريا فمعاهدة فيرساي كانت بغى كانت بغى أن العسكر دي الألمانيا يولي ضعيف فشنو دارت قامت بفرض أو قامت بفرض شروط قاسية إذن معاهدة فيرساي بشروطها القاسية التي استهدفت إضعاف ألمانيا عسكريا ثالث حاجة وهو هتلر إذن هتلر من بعد ما غادي يوصل للسلطة ومن بعد ما غادي يفوز في الانتخابات سنة 1933 سيقوم بخرق شروط فيرساي شروط معاهدة فيرساي معاهدة فيرساي بذات شروط قاسية ربيني لقنا هذا شروط قاسية شروط قاسية التي استهدفت إضعاف ألمانيا عسكريا ففجأة يوصل هتلر للسلطة سنة 1903 سيقوم بخرق شروط فيرساي حيث سيقوم برفع من عدد الجنود وهو سيبغي قوي العسكر دي الألمانيا سيقوم برفع عدد الجنود سيقوم معتماد تجنيد الإجباري إلى آخره هذه أول حاجة أول حاجة هتلر سيقوم بخرق شروط فيرساي ثاني حاجة سيقوم بضم عدة مناطق في أوروبا كإقليم السار سنة 1936 إذن سيضم إقليم السار سنة 1939 النمسة سنة 1938 ضمن ما عرف بقضية الأنشالوس إذن النمسة سنة 1938 1938 والسوديد بشيكوسلوفاكيا إذن هذه الثلاثة ديال المناطق قام هتلر بضمها نعودهم إقليم السار النمسة والسوديد بشيكوسلوفاكيا إقليم السار سنة 1936 النمسة سنة 1938 والسوديد بشيكوسلوفاكيا هذه ثاني حاجة إذن أول حاجة قام بخرق شروط شروط معاهدة فيرساي ثاني حاجة قام بضم قام بضم مناطق في أوروبا ثالث حاجة إقامته للتحالفات كل من إيطاليا واليابان منذ سنة 1937 إذن وإقامته للتحالفات مع الدكتاتوريات إيطاليا واليابان منذ سنة 1937 لماذا؟ لتنفيذ برنامج الحزب النازي المجال الحيوي لتنفيذ برنامج الحزب النازي المجال الحيوي ندوز الآن السبب الغير المباشر الرابع واللي هو انسحاب دول الثلاث من عصبة الأمم المتحدة والسبب الأخير واللي هو التوسعات اليابانية في جنوب شرق أسيا بالضبط في الصين إذن التوسعات اليابانية في جنوب شرق أسيا خاصة الصين إذن هذو اللي ذكرنا هم دابا السبب المباهدة السبب التي ساهمت في التمهيد الغير المباشر للحرب العالمية الثانية الآن سنتجد الأسباب المباشرة للحرب العالمية والأسباب التي ساهمت بشكل مباشر في اندلاع الحرب العالمية الثانية وأول شيء هي العلاقة المتوترة التي كانت بين ألمانيا وفرنسا ألprés؟ كان هناك علاقة متوترة ما بين فرنسا وألمانيا لأنه فرنسا قامت بعقد حلف عسكري مع الاتحاد السوفيتي إذن فرنسا قامت بعقد حلف عسكري مع الاتحاد السوفيتي وألمانيا كانت تعتبر أن الاتحاد السوفيتي ضدها موجها ضدها ذك الشيء فوقع بيناتهم وحد توتر إذن زيادة توتر العلاقة بين ألمانيا وفرنسا بعد عقد الأخيرة لتحالفين عسكري مع الاتحاد السوفياتي والذي اعتبرته ألمانيا موجها ضده إذن هنا فشنو غادي يدير هتلر هتلر غادي يصمم على استعادة عدة مناطق قد انتزعت منه طبيعة الحال ألمانيا كانو انتزعت منها مجموعة من المناطق فهنايا هتلر غادي يصمم على أنه يرجع قاعدة الأراضي وقاعدة المناطق اللي كانو مشاوليه ولي حيدهم لي كونه الحجة ليعطاها؟ حتى انه يرجع المناطق ديالله بأنه أغلبية سكانه ألمان ولكن الهدف الأساسي والحقيقي دياله لم يكن أنه يرجع داك المناطق حيث الأغلبية ديالها سكان لكن الهدف الأساسي والحقيقي هو أنه كان عنده رغبة في الاستيلاء على بولونيا كانت له رغبة في الاستيلاء على بولونيا لماذا؟ لذي يضمن تزويد بالمواد الغدائية ولتوسيع المجال الحيوي في اتجاه شرق روسيا فقال ليس لسيجوه لماذا كنت تريد احتل بولونيا لما كنت هناك الرغبة من الافلائه abroad لضمان تزويد الآذائية ولتوسيع المجال الحيوي في اتجاه شرق اسيا وكان شرق اسيا تاخلم بالفعم فهذا كان هيدلف في الهتله ولكن لينقض بث Tamar سوف يدفع للمعاهدة أخرى وهذه المعاهدة هي عدم الاعتداء على بولونيا إذا كنت لاحظوا كيفية النقد في الأول كان لديه الرغبة في الإستيلة على بولونيا والآن يمتافق مع عدم الاعتداء على بولونيا وهذه كانت سنة 1934 وهذا هتلر سيعقد حلف الفولاد مع إيطاليا سنة 1939 مع الشياحه الأراضي البولونية إذا سيقوم بعقد حلف الفولاد مع إيطاليا سنة 1939 مع الشياحه الأراضي البولونية هنا سيتعلن فرنسا وإنجلترا الحرب على ألمانيا وهذا ما اذكرناهم الآن كانت هم الأسباب المباشرة للحرب العالمية الثانية طبيعة الحال هذه الحرب العالمية الثانية مدام كانوا عندها أسباب وبانتلين هذه الحرب عادي فضروري ما يكون عندها نتائج فقد ينشوفون النتائج البشرية والنتائج الاقتصادية والنتائج السياسية وأول حاجة قد ينشوفون النتائج البشرية فكان هناك ارتفاع أعداد القتلى عدد القتلى غادي وما يرتفع فشكل يموتوا كيموتوا المدنيين وكيموتوا العسكريين إذا ارتفاع أعداد القتلى في صفوف المدنيين والعسكريين خاصة في الاتحاد السوفيتي بولونيا ألمانيا اليوغو سلافيا وإيطاليا أول حاجة ارتفاع أعداد القتلى في صفوف المدنيين والعسكريين خاصة في الاتحاد السوفيتي بولونيا ألمانيا اليوغو سلافيا وإيطاليا لماذا كانوا عندنا أعداد القتلى بزاف بسبب استعمال أسلحة متطورة والنتيجة شنو كانت فكان عندنا نزيف ديموغرافي كان نزيف ديموغرافي كان تراجع نسبة الولادات إذا تراجع نسبة الولادات تراجع نسبة الساكنة النشيطة بالإضافة تأثير على الهرم العموري إذا التأثير على الهرم العموري هذا هو النتائج ارتفاع عدد القتلى إذا إذا تفعلنا عدد القتلى سيكون عندنا هناك نزيف ديموغرافي تراجع أو لا تدني نسبة الولادات تراجع نسبة الساكنة النشيطة والتأثير على الهرم العموري الآن سوف ندوز نتائج الاقتصادية ولم يمكن أن نقول الخسائر المادية فأول حاجة هذا النتائج الاقتصادية سوف نعرف بأنه تم تدمير المدن والبنيات التحتية الإنتاجية كالمزارع والطرق والمساكن والمعامل إلى آخره طبيعة الحال في أوروبا إذن أول حاجة تدمير المدن والبنيات التحتية الإنتاجية كالمزارع والمعامل والطرق بأوروبا والنتيجة إذن لك إلا تتدمر لنا المدن ولا تتدمر لنا البنيات التحتية الإنتاجية فهيكون لنا نخفاض الإنتاج كذلك صرف إمكانات مالية ضخمة وكبيرة لإعادة إنشاء البنيات لإعادة إنشاء البنيات لأنه كما نقول تستدمر لنا المدن تستدمر لنا المساكن والمعامل إذن خصنا وحد المال خصنا نصرف إمكانات مالية كبيرة لإعادة إنشاء البنيات الثاني حاجة ثالث حاجة إرتفاع تكلفة الحرب إرتفاع تكلفة الحرب من الناتج الوطني الخام الإجمالي للدول الأوروبية فلجميع الدول الأوروبية ولجميع الدول المشاركة في الحرب فتكلفة الحرب طبيعة الحال غا دومك تزاد وغا دومك ترتفع مزيان إذن هاتش شنو هيئدي؟ هاتش شنو هيئدي إلى ارتفاع مديونيتها إلى ارتفاع مديونية الدول المشاركة في الحرب بعد اللجوء للإقتراض طبيعة الحال البلدان كلها والتي تعيش تخفض الانتاج و تصرف فلوس كبيرة لتنشأ البنيات و تكلفة الحرب سترتفع و تحتاج الاقتراض و تأخذ قرد ديونية ستزاد و تدني مستوى معيشة الساكينة سوف ينقص و يكون ضعيف جدا هذه الخصائر الاقتصادية و المادية نلاحظ بأن البلد المشاركة في الحرب كلها عشت هذه الآثار و تختلف من بلاد البلد بلاد التي تستطيع أن تكون ضعيف جدا و ليست ضعيف دولة نامية و دولة فاقرة ولكن مهم تختلف الآثار الاقتصادية و المادية بين البلدان المشاركة ولكن في الوقت التي تضررت فيها البلدان الأوروبية هذه البلدان الأوروبية يعني البلدان التي الحرب دارت فوق أراضيها و ضمرت لها البنيات الإنتاجية و البنيات التحتية هذه البلدان تضرروا ولكن في نفس الوقت كان بلدان أخرى استفادت خاصة الولايات المتحدة الأمريكية و البلدان المحايدة إذن الولايات المتحدة الأمريكية و البلدان المحايدة هذو استفادوا من الحرب استفادوا من الحرب العالمية اللولة حرب العالمية اللولة كانت استفدت منها الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان والحرب العالمية الثانية استفدت منها الولايات المتحدة الأمريكية و البلدان المحايدة هذو الولايات المتحدة الأمريكية و البلدان المحايدة استفادوا إذن الآليات الإنتاجية لهم سيحاولوا لتموين الحاجيات الحربية والغذائية للبلدان الأخرى يعطيه القروض للبلدان الأخرى هذا الشيء سيزيده قوة في قوة إذن هذه الحرب العالمية الأولى أثرات على الأنشطة الاقتصادية للبلدان المشاركة في الحرب إذن هذه الحرب العالمية الأولى أثرت في الأنشطة الاقتصادية للبلدان المشاركة في الحرب حيث استنزفت مواردها الطاقية والمعدينية والفلاحية لما نتج عنه تزايد قوة الولادة المتحدة الأمريكية إذن فقط من البلدان الأخرين كيتضرروا الولادة المتحدة الأمريكية كتزيد قوة إذن هذه كانوا النتائج الاقتصادية ده بغد ندوزل النتائج السياسية فأول حاجة خاصنا نعفو بأنه الحرب العالمية الثانية غيرت موازين القوى على الصعيد العالمي إذن الحرب العالمية الثانية عدت إلى تغيير موازين القوى على الصعيد العالمي الحلفاء قاموا بعقد عدة مؤتمارات فاشكنت الحرب من بعد مسالات الحرب العالمية الثانية إذن الحلفاء قاموا بعقد عدة مؤتمارات خلاله وبعد الحرب العالمية الثانية علاش باش انهم يتفقوا على خريطة العالم بعد الحرب اذا تتفقوا على خريطة العالم ما بعد الحرب وكانت هناك نتيجة فالخريطة دي الأوروبا تغيرت اذا تغيرت خريطة أوروبا بحيث بعض الدول توسعت مساحتها مثلا بحل الاتحاد السوفياتي فرنسا انجلطيرا بلغاريا واليوغو سلافية اذا هذو خمسة جلد الدول الاتحاد السوفياتي بولونيا بلغاريا فرنسا واليوغو سلافية هذو الدول اللي توسعت المساحة ولكن كان الدول الاخرى اللي فقدات أراضيها بحال ألمانيا وبحال النمسا واليابان اذا اليابان والنمسا والمانيا هذو بلدان فقدات الأراضي ديالها اذا هنتم اشوف الحلفاء قاموا بعقد عدة مؤتمرات باش انهم يتفقوا على تغيير الخريطة طبيعة الحال غير تتغير من بعد الحال فهناك دول يعني ازدادت مساحتها ودول أراضي ديالها فقداتها عرفنا شكونا هم الدول اللي توسعت المساحة ديالها وعرفنا شكونا هم الدول اللي فقدات الأراضي ديالها فألمانيا تهي كانت ضمن البلدان وضمن دول اللي فقدات الأراضي ديالها فهي تقسمت لأربع نفود تقسمت لأربع نفوض خديعة الدول الأربع فهي تقسمت الأربعة وتفرقات على هذه الدول سوف نذكرهم هذا إنجلترا فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي أصلاً هم البلدان لا تحملهم ألمانيا حيث فرنسا وإنجلترا هم الذين يعلنوا الحرب عليها والاتحاد السوفياتي أصلاً ألمانيا تعتبروا بأنه موجهة ضدها والولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس الطريقة تقسم حتى عاصمة برلين وفي هنا ومن أجل تجاوز مخلفات الحرب هذه الدول العظمة أثناء عقدها لمؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 هذه الدول العظمة تشكلت من عدة أجهزة الأجهزة بحل الجمعية العامة بحل مجلس الأمن محكمة العدل الدولية بالإضافة كذلك إلى المؤسسات المتخصصة إلى مؤسسات متخصصة بحال منظمة صحة العالمية منظمة شغل الدولية وصندوق النقد الدولي إذا هذو كلهم هذو ما المؤسسات المتخصصة هذو كلهم هما الأجهزة التي تشكلت بهم هذه الدول العظمة حيث عوضت عصبة الأمم وكان من أهدافها أهداف ديال هذه العصبة الأمم أول حاجة حفظ السلم الدولي وحل النزاعات التي تحلوا به لتفادي قيام حرب ممثلة فكانت تنشر السلم الدولي وتحل النزاعات التي كانت ما بين الدول لتفادي قيام حرب ممثلة لتفادي قيام حرب ثالثة مثلا حرب عالمية ثالثة ثاني حاجة تعزيز حقوق الأفراد بلا تمييز واحترام الحريات ثالثة حاجة تحقيق تعاون الدولي لحل القضايا ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية إذن سيحقوا حتى تعاون دولي ليس أنهم يحلوا القضايا لعندها صبغة اقتصادية واجتماعية إذن هذه هي النتائج السياسية للحرب العالمية الثانية هذه الحرب العالمية الثانية بدأت عام 1939 الصمرات حتى 1945 وهذه الحرب كانت أساسا ما بين دول المحور دول المحور الثالث كانوا ثلاثة كانت الإمبراطورية اليابانية كانت إيطاليا الفاشية وكانت ألمانيا النازية ضد دول التحالف هي الاتحاد السوفيتي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية هذا الحرب العالمية الثانية بدأت 1939 الصمرات حتى 1945 كانت حرب ما بين جوج دول المحور ودول التحالف إذن هذه الدول المحور ودول التحالف كانت بناتهم حرب انتهت بانتصار دول الحلفاء الليبينة اللي منها الاتحاد السوفيتي بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية هذا غد زادهم من بعد فرنسا إلى آخره الآن غادي نعطيه وحد الخاتم اللي غادي نختم به الدرس في الحرب العالمية الثانية أدت إلى تقسيم العالم إلى معسكرين مختلفين الحرب العالمية الثانية قسمت لنا العالم إلى معسكرين مختلفين معسكر اقتصادياً ومعسكر ايديولوجياً اقتصادياً الغرب الرأسمالي الغرب الرأسمالي الذي كان بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية وإديولوجيا هو الشرقي الاشتراكي الذي كان بزعامة الاتحاد السوفياتي فهذه المعسكرة بجوز الاقتصادي والشرقي الاشتراكي نضم بيناتهم حتى توتر يعني العلاقة مع بيناتهم توترت ونضم بيناتهم حرب الباردة حيث ساعة كل المعسكر لأنه يكون أحلف عسكرية عبر العالم وتصابقوا بيناتهم نحو التسلح إذن هذه كانت كخاتمة وهكذا سنكون سرينا الدرس اليوم لحرب العالمية الثانية وهكذا سنقول لكم السلام عليكم تلاقوا في الفيديو جديد بسلامة